المنتخب المصري بقى مبارح حقه فوز صحيح باهت او غيره لكنه في النهاية فاز على لبنان عنده فرصة انه هيلعب السودان يوم السبت ان شاء الله لكن مبارح يمكن الناس كلها تخضت على حمد فتحي نجم خط الوسط اللي خرج مصاب بارتجاج واللي تم على فكرة في المباراة العمل بنظام التبديل الاستثنائي التعارف الاتحاد الدولي كان قد الحق لاي فريق يصاب اي لاعب فيه باصابات دماغية انه حتى لو كان استنفذ الخمس تغيرات لا يغير وده تغيير استثنائي في الاصابات الدماغية حمد فتحي كان اصيب بارتجاج في المخ النهاردة اهتمنا ان احنا نتواصل مع الدكتور احمد ابو عبل الطبيب النادي لالي قال انه هو تواصل على مدار اليوم مع الدكتور محمد ابو عبل الطبيب المنتخب ومع حمد فتحي عارف انه تم اجراء اشعاعات مقطعية وفحص الشامل لحمد فتحي في اكاديمية سباير الطبية الرياضية في الدوحة اكيد للدكتور احمد ابو عبل انه حالته الحمد لله جيدة جدا ما عندوش اي مشكلة لكن بكرة هيعاود نفس الاجراءات تاني عشان يتطمنوا اكتر وفي مثل هذه الحالات اللي هي اصابة الارتجاج الخفيف بينصح طبيا انه ما يبزلش مجهود لمدة خمس او ست ايام لازم برتكول يعني يستحسن الالتزام بي فغالبا مش هيكون في تشكيل المنتخب في مباراة السودان يوم السابت وقد يلحق ان شاء الله بالمباراة اللي جاية مع الجزائر ده بالنسبة لحمد فاتح اللي بنطمم جمهور الاهلي وجمهير الكرة المصرية عليه الحمد لله حالته طيبة علي معلول الزهير الايسر التونسي كان اصيب في مباراة منتخب بلاده ايضا الدكتور احمد ابو عبلة تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب التونسي وتبين انه لما راح سباير وعملت شك ايضا ثبت انه مصاب باجهاد في العضلة الضامة الحمد لله ما وصلتش للشد لكن نصحة ايضا بالراحة احتمال كبير انه يكون برا تشكيل منتخب تونس المباراة اللي جاية في كل الاحوال الحالتين حمد فاتح وعلي معلول بحالة جيدة هنا في الداخل كانت الاصابة الوحيدة قبل التوقف الناس نسيت حسام حسن كان خرج باصابة على مستوى الرجبة لكن الحمد لله تعافى منها بشكل كويس مع عودة فريق الاهلي للتمرين يوم الاثنين هيكون حسام حسن ضمن الفريق بقية اللعيبة الحمد لله كلهم جاهزين كلهم جاهزين طيب انا بنسبة الحمد فاتحي حاجة غريبة جدا مفارقة ما من مرة يلتحق بالمتخب الا تجي له اصابة من الاصابات ربنا يحميه من الاصابات وهو يعني اصبح النهاردة معلم عند حتى الخبراء الكرويين شايفين النظور وفي الملعب اصبح مهم جدا جدا سواء مع النادي او مع المنتخب الهل هيرجع ان شاء الله للتمرين يوم الاثنين عشان يستعد لمباراة بيرامز مع استقناف الدوري لكن عايز اقول لكم انه بيتس ومسلمان المدير الفني موجود صعد مجموعة من الناشين سوعة تمن عناصر لتدعيم الفريق الاول في فترة النقص العددي لكن كان الكلام المهم في اليومين اللي فاتوا عن الجهاز المساعد لي انتوا عارفين انه مدرب الاحمال البدنية والاتنين محلل الاداء كانوا سافروا جوهانسبيرج فبالتالي الفترة اللي فاتت كان اعلن عن اغلاق المجال الجوي في جنوب افريقيا لكن عرفت ان هم حييجوا السبت ان شاء الله حاولوا يتدبروا الامر السفر من جنوب افريقيا ويوصلوا السبت طبعا هتيجي السبت في ظل الكلام على كورونا وعلى الفيروس المستجد التاني اوميكرون فاصبح هيخدعوا للبروتوكول تشخيصي مكثف في مطار القاهرة ان شاء الله يكونوا سلام بيدخلوا بعد اجراءات احترازية دقيقة جدا في المطار وبعد متابعة طبية دقيقة لو لا قدر الله حد عنده حاجة هم او اي حد بقت سلطات المطار شديدة صرامة والوضوح اي زائر او اي ضيف بيجي المصر لو في المطار في اي اصابة بيرجع على نفس الطيارة اللي جابته ما بيدخلش البلاد لكن بعد التأكد من سلامته ان شاء الله وفقا لاحدث وكل الادق التفاصيل الطبية بيدخل باذن الله ربنا يقينا شر ما لا نقدر عليه وهذا بيفام الانسان هو تفتكر نفسك بتفهم صحيح ربنا ادك زينة العقل استخدمها صح لان في الاخر كل الامور بيد الله سبحانه وتعالى ونعمة بالله ده كانت يمكن اطلالة خبرية سريعة في البداية